بسم الله الرحمن الرحيم كيفكم اليوم؟ شالله طيبين خلصنا من الطبخات شوية الحين ندخل على الحلو الحلو يبغى حلو وانتو حلوين لازم اعملكم حلويات حلوة بصراحة هذا الحلو من أبسط الحلويات كنت دائما أعمل في رمضان ولما يجوني ضيوف تبارك الرحمن يعجبهم بالمرة بالرغم من بساطته مقادير وسهلة ودائما متوفرة يعني وعملوا أسهل ما يكون والله عملت هذه النوعين الحلو أمس ما أخذ مني كله نص ساعة الحين هشوفون المهم أنه طعمه لذيذ يتقدم في أكبر مناسبات هذا الأنناس بالبوف بيستري ينفع للفطور ينفع حفلات الشاي وهذا عاد الحلو الموز محشي بالتمر والكراميل هذا الأرق المناسبات والحفلات ممكن يتقدم مع آيس كريم أو مع كريمة مخفوقة مرة لذيذة ما نحط في الصحن ونحط فوقه كورة أو كورتين آيس كريم بس ما كان عندي والله أمس ما حطيت ولا كان معاه رائع ومقرمش الكورنفليكس نحطه آخر شي آخر شي وقت التقديم عشان ما يلين ما يشرب مني الصوس الصوس إذا كنتوا حتقدمونه مع آيس كريم عملوه صاخن لكن إذا كنتوا حتقدمونه بعد مدة خلوا بحراط الغرفة ما يجراله شي ولا يجمد ولا شي هذا هو الموز وبصراحة ما ينشبع منه حتى يعني لما يبرد لذيذ هو صاخن لذيذ هو بارد لذيذ ومفيد يعني تمر وموز والثاني بالأنناس هنا بنقادير موز تمر معجون بقصمات بيض فانيلا كورنفليكس هذا اللي بنحفر فيها حقه تلكوسة هذا حليب مكرمل نسلة وبس هذا هو شايفين قديش سهل المقادير ممكن تعملونه بدون صوص الكراميل بس موز مقلي نشيل الطرفين نقطع حوالي 2 سنتي من الجهتين ما نرمي نقشره وناكله نقطع كل موزة 3 قطع بعدين نجيب هذا المقوارة حقه الكوسة ندخلها في الوسطة نحفر شوية مو كثير ليه ورا ليه ما نقشر اول لو قشرنا وجينا نحفره حينهرس الموز في ايدنا القشر يخليه متماسك بعدين نقشره ناخذ واصلة صغيرا نبلق ايدنا بالزيت عشان ما يدرسق التمر نعملها كذا خفيف وندخلها هذا هي شايفين لما نخلص نشيل القشر الآن نخفق البيض مع فانيلا ضروري الفانيلا ممكن تحطون بعد معاها نقطة خال ما حطيت لأن أنا عندي الفانيلا والله قوية ريحتها يعني كافية نخلطها المهم لازم خلط تمام نغمس فيها قطعة من الموز بعدين نغمسها في البقسمات اللي هو الخبز المجفف أهم شيء تتلبس تمام من جميع الجهات لما نخلص نحطها في الفريزر على الأقار ربع ساعة نص ساعة تتماسك الحشوة الحين نعمل الخلطة الثانية نخفق بيضة مع فانيلا نخليها على جمع عندي هنا معجنات هذا البوف بيستري مربعات وأنناس أنناس شرائح معلب شايفين هذا العجينة مربعات تمبان الكيس في عشر حبات والأنناس العلبة في عشر حبات سكر بودرة مربة مش مش أو برتقال فستق شوية تطحين يمكن ما نحتاجه كله أول شيء نفتح العلبة نصفي الأنناس تمام من الموية نصفيه تمام الشيرة ممكن تخبونها تحطونها لما تعملون شيرة من القيمات أي شيء بس بوسة حطوها معاها ما يجرس شيء الحين نحطهم على منشفة نظيفة هذا العشر قطة بعدين نضغط عليهم عشان ما نبغى موية لأنه بعدين العجينة تصير لزجة نفتح العجينة الحين الحمد لله الحين صاروا يعملون لنا العجينة بين كل ورقة ورقة عفوا كل عجينة وعجينة ورقة أول كانوا لا كانوا ما فيه يعني إلى الحين بعض الشركات ما فيها ورق بس نفس الشيء يعني حتى اللي ما فيها ورق نرشط حين نفتحهم هم باردين مثلجين ونحطهم يعني بهالطريقة بسرعة يفكون من الثلج يعني بسرعة لهم خلاص لينين بحرارة الغرفة هذا الكرامل علبة الحليب المكرمل أحط لها حليب طازج فريش أول شيء نبتدي نص كوب نقلب نقلب على النارة لما يذوب يصير عندي قوام صوص بعدين أزيد على كيفي عاد أتحكم بالسمت على كيفي طبعا أول ما حطوا ما رح يذوب بس مع الحرارة بعدين رح يذوب خديه على جنب نصاخن زيت عميق نقلي الموز على فكرة البيض والبقصمات لما نحطوا ترى مرتين أول مرة نحطوا في البيض بقصمات بعدين مرة ثانية نقمسوا بيض وبقصمات مرتين طبقتين عشان ما يذوب الموز نحطوا على ورقنا الشاف نجيب هذه العجينة نكمل للحين الاناناس نقطع كل واحدة ست حبات أول شيء العجينة من النص بعدين كل نص ثلاث قطع عشان يطلع عندي متساوي تمام نجيب قطعة الاناناس بعد ما نشفت تمام ندخلها من جهة ونعمل كذا ونقطع شوية من فوق بس أهم شيء نلصقها تمام شايفين نضغط عليها عشان تلصق نجيب واحدة ثانية بنفس الطريقة الحبة الاناناس أخذت لي ست قطع يعني مربع كامل مرة سهلتها يعني حتى إذا عندكم بنات صغار يحبون الطبخ ينبصون هما يعملون أو شباب الحماش للطبخ هوية الجميع شايفين بها الطريقة مرة سهل أنا نزلتها ترى زمان في الانستجرام عملتها وعملتها كذا مرة في حفلاتي موجودة في الانستجرام بس من زمان خلصنا الحين نقلوبها شايفين جهة ثانية كيف مرتبة وحلوة انحطى على صين هي إما مدهونة أو فيها ورق لما نخلص من جميع ندهنها ندهن العجين طبعا لأنها ناس لا بالبيضة المخفوقة مع الفانيلا البيكان نقاطعه أرباء ونقلبه شوية هنا لما هي في الفرن قاعدة تنتفخ ندخلها فرن وسط 350 اطول شوية لما تنتفخ وتحمر بعدين تحت الشواية شوية تحمر نطلعها نرشها بالسكر البودرة عملت وحدة ثانية بالضبط مربع ثاني بالضبط هنا حطيت مربع برتقال كان عندي ما عندي مشميش حطيت الموية مغلية ملعقة وقلبته وندهن فيه الوجه الثاني يعني صينية عملتها بالسكر البودرة وصينية بمربع البرتقال ندهنها تمام تمام ندهن العجين وحتى لو ندهن الأنناس ما في مشكلة يعطي لمع يعني بعدين رشينا فستق ناعم مكسر إيش ما تحبون على الزينة إنتوا حسب مخيلتكم الحين عندي هذا الموز أحطه هنا في الصحن التقديم أصب فوقه الكراميل صوص الكراميل اللي عملنا اللي يحب يرش مكسرات يعني ثانية بعد بدال كورنفليكس يحط فستق وحط أشياء ثانية يصير هو أفضل يكون طبقة وحدة الحين نصب فوق الصوص ما تتخيلون هذا الطبق مع بساطة الحين يعطينا فخامة هو يتقدم كده مقلي مع سكريم وصوص شوكولاتة مثلا روعة أو هذه الطريقة روعة صراحة هذه الطريقة راق يعني اللي يشوفها يفكر إحنا عاملين حلاء عظيم وهو فعلا عظيم لذيذ مرة نرش طبقة كورنفليكس وبيكان محمص مقرمش يجنم ما شاء الله طعمه لما حمصنا بعدين نحط كومة في الوسط كورنفليكس وباردان رشب شوية بيكان وشوية صوص طبعا ما أخذيها كده ومثل ما قلت لكم بحبيته ساخن مع الآيس كريم قد مو ساخن على طول مع الآيس كريم أو هو كده الحين احنا ترى في المطبخ قاعديني نزين فيه هذا هو رتبناهم ما شاء الله تبارك الرحمن شيء ياخذ العقل طعمي جنن والله والف عافية لا تنسون اللايك والشير وسبسكرايب كل يوم تابعوني كل يوم إن شاء الله في مفاجآت حلوة اشتركوا في القناة